نشرة المفصلة من الميادين أهلا بكم وإلى عنوينها الصواريخ الإيرانية تأتي في إطار مكافحة الأرهاب والتعاون بين سوريا والجمهورية الإسلامية المعلم يؤكد للميادين أن الفصل الأخير من الحرب السورية يشمل تحرير إدلب وأرياف حلب الشمالية الشرقية وصولا إلى منبج وشرق الفرات البرلمان العراقي يقض جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بعد تأجيلها عدة مرات وانسحاب عدد من المرشحين محكمة الاحتلال تمدد اعتقال القيادي في حركة أبناء البلد رجاء إغبارية وهيئة الدفاع بقضية بلعيد والإبراهمي تتهم جهازا أمنيا سريا مرتبطا بحركة النهضة بالوقوف وراء اغتيارهما وتطالب وزير الداخلية التونسي بالإفراج عن وثائق مرتبطة بالقضية وإيران تنفي الاتهامات الفرنسية بالتخطيط الاعتداء قرب باريس وتطالب بالإفراج عن أحد دبلوماسيها أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الفصل الأخير من الحرب السورية يشمل تحرير إدلب وأرياف حلب الشمالية الشرقية وصولا إلى منبج وشرق الفرات وفي مقابلة مع الميادين في نيويورك أعلن المعلم أن الجميع يدرك أن سوريا هي التي ستكتب الفصل الأخير في الحرب على الإرهاب أقصد بالفصل الأخير ثلاثة أمور الأمر الأول تحرير محافظة إدلب ولذلك نحن عبرنا عن الأمل بأن يتم تنفيذ هذا الاتفاق الروسي التركي لكي يكون خطوة إلى نحو تحرير إدلب والمرحلة الثانية تحرير أرياف حلب الشمالية الغربية وصولا إلى منبج والخطوة الثالثة تحرير شرق الفرات المعلم أثناء على الضربة الإيرانية في البوكمال وشدد على أن التعاون مع إيران ينسجم مع سيادة سوريا الصواريخ الإيرانية تأتي في إطار مكافحة الأرهاب والتعاون بين سوريا والجمهورية الإسلامية تعاون شرعي وينسجم مع السيادة الوطنية وأضاف المعلم أن الهدف من العدوان الرباعي على الأذقية هو إطالة أمد الأزمة لتستوعب إسرائيل للانتصارات التي حققها الجيش السوري بمساعدة حلفائه هم يقصدون إطالة أمد الأزمة في سوريا لكي تستطيع إسرائيل أن تهضم الانتصارات التي سجلها الجيش العربي السوري بمساعدة الحلفاء والأصدقاء في تحرير أكثر من 90% من أراضي سوريا وأكد المعلم أن وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت بنجاحاً لصواريخ الإسرائيلية وأسقطت أكثر من ثلثيها وعنب عن ثقته بقدرة سوريا على حماية أجوائها من العدوان الإسرائيلي وغيره تعتادت إسرائيل أن تعربت في سماء المنطقة فوق لبنان، فوق المتوسط، فوق سوريا من خلال أطلاق صواريخ عن بعد وطبعاً وسائط الدفاع الجوية كانت تصدى بفاعلية لهذه الصواريخ وفي كل مرة تسقط أكثر من ثلثي هذه الصواريخ لذلك أعتقد أن الموضوع يسير باتجاه الوضع الأفضل هو حماية أجوائنا من العدوان الإسرائيلي وغيره أما بشأن منظومة صواريخ S300 أعرب المعلم عن ثقة بلاده بالتأكيدات الروسية أن سماء سوريا ستكون محمية للدفاع عنها بموجب ذلك حسب تأكيدات وزارة الدفاع الروسية ونحن نثق بتأكيداتها أن سماء سوريا ستكون محمية للدفاع عنها بموجب صواريخ 300 لكن S400 وطموح ونذكركم مشاهدين أن هذه المقابلة مع وزير الخارجية السوري تعرض كاملة على شاشة الميادين عند السابع من المساء اليوم بتوقيت القدس المحتل رفعت الفصائل المسلحة من وتيرة رفضها لتسليم السلاح الثقيل والاعتراض على الدور الروسي في المنطقة العازلة في محافظة إدلب في سوريا ومن شأن هذا الرفض أن يرجح التوجه للخيار العسكري مع اقتراب مواد أعلان المنطقة العازلة في الخامس عشر من تشرين الأول أكتوبر الحالي محمد الخضر يقترب استحقاق إقامة المنطقة العازلة في إدلب في الخامس عشر من الشهر الحالي دون أي خطوة تدعم القرار على الأرض المجموعات المسلحة رفعت سقف معارضتها بعد صمت وتظاهرات شعبية مرحبة الجبهة الوطنية للتحرير القريبة من تركيا نفت سحب أي من سلاحها الثقيل من المنطقة المحددة ورفضت أي وجود روسي فيها موقف يلاقي موقف فيلق الشام وجيش العزة في محاكاة لموقف هيئة تحرير الشام اتفاق سوتي بمخرجاتي الحالي غير مقبول نهائيا بسبب أن المنطقة العازلة إضافة إلى سحب السلاح الثقيل سوف يكون من جهة المعارضة فقط وهذا غير ما تسرب إلى الإعلام منذ فترة بأن المنطقة العازلة سوف تكون مناصفة بين النظام وقوات المعارضة تصعيد إعلامي تدعمه تحصينات وتدشيمات على الأرض لمجموعات عديدة الفصائل القاعدية كالحزب التركستاني وحراس الدين وجبهة النصرة تذهب بعيدا في رفضها للاتفاق مواقف تحرج الرعي التركي للاتفاق أمام الروس الاتفاق محكم بسقف زمني يفرض على أنقر الالتزام به وإلا فالحرب تلوح بالأفق كما يرجح مراقبون ما هو أبعاد وما هو حجم هذه العملية العسكرية هل ستكون عملية واسعة على غرار ما جرى في مناطق كبيرة في سوريا مثل الغوطة الشرقية والمنطقة الجنوبية أم ستكون عبارة عن ضربات محددة مسبقا على أهداف يتم التحضير لها والتوافق عليها لهذه الفصائل التي ترفض هذا الاتفاق بعد أن يتم تحديدها وعزلها عن باقي المجامع الأخرى تغليب خيار الحرب يبرره رفض المسلحين بتسمياتهم كافة ما اتفق عليه في سوتي أنقرأ أمام اختبار جدي وعلى محورين والهدف وقناع حلفائها في الجبهة الوطنية للتحرير بالانسحاب من المنطقة العازلة والدفع بمحاولات تفكيك جبهة النصرة ضمن صفقة يتم تداولها في صفوف مسلح إدلب الأتراك أمام اختبار حقيقي محدد بنحو إسبوعين لإجبار طيف واسع من المسلحين على إقامة المنطقة العازلة في إدلب نتيجة الاختبار وحدها تحدد إمكانية العمل العسكري في إدلب ورفيح ما الشمالي وحلب الغربي محمد الخضر دمشق الميادين أعرب رئيس التركي رجب طيب أردغان عن ثقته بأن تركيا ستخرج من امتحان إدلب بنجاح وأنه ليس بوسعي أحد القيام بعمال قرب حدود تركيا رغما عنها وكرر تأكيداً عيقاد القادمة الروسية التركية الألمانية الفرنسية في إسطنبول هذا الشهر بعد توقيع الاتفاق نعزز نقاط المراقبة لمنع أي استفزازات تتخذ روسيا التدابير اللازمة ضد أي تهديد قد يقدم عليه النظام السوري في إدلب وسنتخذ مع روسيا جميع الخطوات اللازمة ضد الجماعات المتشددة إذا لازم الأمر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس كشف أن بلاده تدرب قوات عسكرية محلية لكي يدافع عن المدنيين ضد داعش في سوريا وفق تعبيره وخلال لقائه نظيرته الفرنسية فلورينس بارلي شارى ماتس إلى أن المعركة ضد داعش ما زالت شقة من جهتها أعربت بارلي عن قلقها من صواريخ إيران الباليستية وذلك بعد يوم من أعلان تهران عن قصف مواقع الإرهابيين في دير الزور السورية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن معبر القنيطر الحدودي بين سوريا والجولان المحتل جاهز للافتتاح من الجانب السورية نائب قائد القوات البرية الروسية رأى أن افتتاح المعبر يعاد هزيمة للإرهابيين في المنطقة ولسيما أنه يأتي بعد تنصيق مشترك بين الجيشين السوري والروسي إثر استعادة السيطرة على المعبر في شهر تموز يوليو الماضي أكد رئيس لبناني ميشيل عون خلال استقباله وزيرة الشؤون الخارجية في النمسا أكد أن لبنان سوف يواجه أي اعتداء إسرائيلي ضد سيادته وأبلغ الوزيرة النمساوية أن لا أساس ولا صحة لدعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بوجود قواعد عسكرية وصواريخ في محيط مطار بيروت وحذر عون من أن دعاءات نتنياهو تخفي تهديدا إسرائيليا جديدا لسيادة لبنانية واستهدافا للمطار الدولي ودع النمسا ودول العالم إلى التنبه لما تخطط له إسرائيل تجاه لبنان ولسيما وأنها تواصل انتهاكها للقرارات الدولية وباهتمام وكبت الأوساط في تل أبيب الجولة التي نظمتها وزيرة الخارجية لبنانية لسفراء الأجانب لتكذيب الدعاءات نتنياهو بحق لبنان في ظل تأكيد المراقبين أن حزب الله نجح في فرض معادلة ردعا يصعب على إسرائيل كسرها منال إسماعيل الجولة التي نظمها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل للسفراء الأجانب المعتمدين في لبنان من أجل ضحض ادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو بوجود مصانع أقامها حزب الله لإنتاج الصواريخ الدقيقة على مقربة من المطار جذبت الاهتبام في إسرائيل ودفعت نتنياهو إلى التعقيب السريع عليها باتهام حزب الله بالكذب والتساؤل عن سبب تأخر تنظيم الجولة ثلاثة أيام كما كان متوقعا لم يعثر السفراء الأجانب على صواريخ حزب الله في قلب بيروت لكن بلا شك نحن أمام خطوة استثنائية تقدم عليها وزارة الخارجية اللبنانية في محاولة منها لصد الإدعاءات التي ساقها نتنياهو بشأن المنشآت الثلاث بالقرب من مطار بيروت لبنان بقيادة وزير الخارجية يخطط لحملة آلمية في الأمم المتحدة والساحة الدولية ضد إسرائيل تكذيب الرواية الإسرائيلية يأتي على وقع استمرار القلق الإسرائيلي من مفاعل تسلح حزب الله بصواريخ دقيقة وقدراته على إصابة أي نقطة في إسرائيل حزب الله لديه تقريبا ما بين 130 ألف صاروخ و150 ألفا لا يهمنا إن كانت 140 ألفا أو 150 ما يهمنا هو مدايات الصواريخ التي تغطي تقريبا كل نقطة في إسرائيل وكذلك وطيرة نيران حزب الله مهمة جدا وهي يمكن أن تصل إلى ألف وخمسمائة صاروخ في اليوم إذن هي أبعد مدى وأثقل وأضق وهو يحاول امتلاك وسائل تمكنه من الإصابة بشعاع يصل إلى عشرة أمتار أي إنه يواجهها موضعيا إلى أبراج في تل أبيب ويصيب مقر وزارة الأمن والجيش وشركة الكهرباء ومنشآت لم أعطيه أفكار أما الخشية من قدرات حزب الله فأنتجت برأي محللين ردعا فعالا سهما في صد إسرائيل عن شن اعتداءات ضد لبنان إسرائيل أتعمل في لبنان على الإطلاق لماذا؟ لأننا مردعون من حزب الله حزب الله يردعنا محاولة نتنياهو التخفيفة من وطأة الجولة اللبنانية المضادة التي كذبت ادعاءاته لم تنفع فإحراج إسرائيل وإرباكها كان واضحين مع اكتشاف السفراء الأجانب عدم وجود صواريخ لحزب الله في المواقع خلفا للدعاءات نتنياهو بدأ مجلس النواب العراقي جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وقد تأجلت الجلسة مرة عديدة بسبب فشل الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد في الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة وفد مراسلنا بأنه مع انطلاق الجلسة انسحب عدد من المرشحين رئيس البلمان كان قد أعلن عن موعد عصر اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية وقد أكد الناطق باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي أكد الالتزام بالمواقع الدستورية وبأن جلسة اليوم ستشهد انتخاب رئيس للعراق وإلى المزيد ينضم إلينا مدير مكتب الميدين في بغداد عبدالله بدران عبدالله نسأل بداية عن أي تفاصيل أو معطيات إضافية حول جلسة التصويت الآن نعم دينا هي لا تزال مستمرة هذه الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد عند الساعة الواحدة من بعد ظهر هذا اليوم وبسبب عدم وصول القوى السياسية إلى توافق بينها أو تفاهم أو صيغة تقدم قبل البرلمان العراقي تم اختراح تأجيلها لحين اكتمال النصاب دون تحديد الوقت وهكذا كانت البداية هي تقديم مقترح انعقاد الجلسة عند الثامنة مساء لكن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قرر أن تكون عند الساعة الرابعة والنصف ومرت الساعة الرابعة والنصف ولم يكتمل النصاب خلال هذه الفترة كانت هناك عدة اجتماعات الأول كان هناك اجتماع لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان العراقي لحثهم على ضرورة اتخاذ موقف لجهة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد ذلك عقدت جولة مفاوضات بين وفدي الحزبين الكرديين في بغداد الديمقراط الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ولم يتم التوصل خلال هاتين الجولتين لاتفاق أو الخروج بنتيجة المرشح الواحد التي تريدها القوى العراقية الأخرى وتبحث عنها القوى الكردية كان الوضع قد ضاق سياسيا بقادة الكتل السياسية ألمحوا إلى القوى السياسية إلى قادة الكتل السنية والشيعية ألمحوا لقادة الكتل الكردية بأنهم إن وصلوا إلى طريق شبه مزدودة سيمنحون لنوابهم ترك الحق والحرية في اختيار ما يرونه مناسبا إن لم تتوصل القوى الكردية لتقديم مرشح واحد وعلى هذا الأساس عقد اجتماع ثالث بين الحزبين الكرديين وأيضا لم ينتج عنه الإجماع على مرشح واحد أو الخروج بصيغة توافقية على هذا الأساس عقدت الجلسة عقدت بصعوبة طبعا رئيس مجلس النواب اضطر لأن يرسل عدد من النواب لدعوة النواب المتواجدين في مبنى البرلمان للالتحاق بقاعة المجلس وكذلك من أجل أن يتم تحقيق النصاب تحقق النصاب دون أن يلتحق وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني أي النصاب في جلسة البرلمان العراقي قد تحقق دون التحاق أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد ذلك التحقت الكتلة وحتى هذه اللحظة ربما ارتفع عدد الحضور إلى 300 نائب بعد حضور 297 نائبا لجلسة مجلس النواب العراقي حتى الآن تأكد أن قرابة 160 نائبا أدلوا بصوتهم والاقتراع هو اقتراع سري للفوز بمنصب رئيس الجمهورية على المرشح أن يحصد ثلثي أعضاء مجلس النواب من المصوتين له وفي حال لم يتمكن من ذلك فيصار إلى جولة ثانية بين المتقدم الأول والمتقدم الثاني وبالتالي النتيجة تكون لمن يفوز بينهما بالنصف زائدا واحد لكن الثابت هو عملية انتخاب تكون بثقة ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي ليس أكيدا رشحت معلومات عن دعوة الديمقراطي الكردستاني نظيره الاتحاد الوطني لأن يسحب مرشحه أو أن يجد بديلا أو أن تجدد الثقة بالرئيس العراقي فؤاد معصوم لكن واضح جدا أن الاتحاد الوطني الكردستاني يصر على موقفه في الإبقاء على السيد برهم صالح المرشح الوحيد طيب عبدالله أي أن تكون النتيجة بالنسبة للمرشحين إلى أي مدى أو هل منعكاس لذلك على بالنسبة للإقليم وأيضا على موضوع الكتلة الأكبر والتسمية الرئيس الحكومة نعم تؤثر إن كانت سلبا أو إيجابا أو إن كانت لسيد فؤاد حسين أو لسيد برهم صالح القوى التي تبحث عن تجميع أو تحشيد أكبر عدد ممكن لحسب موضوع الكتلة الأكبر تبحث عن توافق كردي تريد توافقا كرديا كانت تريد وفق معلومات الميادين طلبة من الديمقراطي الكردستاني استبدال المرشح بمرشح آخر عدد سيد فؤاد حسين كان هذا السيناريو الأول أو المقترح الأول للخروج من المأزق وكان هناك إصرار من الديمقراطي الكردستاني ودعم بشكل كبير لسيد فؤاد حسين لأن يكون مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية كذلك طلب من الاتحاد الوطن الكردستاني إيجاد بديل للسيد برهم صالح وتحولت القضية إلى أزمة بين شخصين وكأنها أزمة أشخاص على اعتبار أن الديمقراطي الكردستاني يقول لا حرج لدي إن كان هناك من توافق على شخص رئيس الجمهورية إن كان هناك توافق بين القوى الكردية وصول السيد برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية وفق التقديرات الأولى فإن ذلك يعني أن العلاقة بين بغداد وأربيل بحاجة لقنوات جديدة على اعتبار أن بغداد بحاجة لمن يمسك بالقرار والموقف السياسي الكردي في إقليم كردستان العراق شمال العراق وعلى هذا الأساس ناور ولعب الحزب الديمقراطي الكردستاني سياسيا خلال لقاءاته مع القوى السياسية العراقية الديمقراطي الكردستاني يريد رئيس الجمهورية تكون مرجعيته في نهاية الأمر السياسي حزبية كردية الاتحاد الوطني الكردستاني ذاته كان منقسما حول ترشيح السيد برهم صالح وحتى قبل دقائق من الآن انسحب المرشح عضو المكتب السياسي أو عضو الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني عبداللطيف رشيد من سباق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لذلك وصول فؤاد حسين تجد فيه القوى السياسية العراقية ربما ضغطا أو عدم تقدير لموقفها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصا أنها طالبت بمرشح بديل لكن بذات الوقت وصول سيد برهم صالح يعني أن رئيس الجمهورية بحاجة لقوة حضور للموقف السياسي الكردي ويستند إلى دعم من أقليم كردستان العراق وتحديدا من أربيل على هذا الأساس في هذا الجو من الحرج السياسي وحاجة القوى الشيعية للصوت الكردي من أجل تمرير المرشح لرئاسة الحكومة أو تحديد من هي الكتلة النياضية الأكبر تم الذهاب باتجاه منح الحرية للنواب للتصويت لمن يرونه مناسبا لأن يكون رئيسا للجمهورية عبدالله أيضا لا تزال تفاعلات لسيما السياسية ومزعماء سياسيين وأيضا مواقف غرد منذ قليل السيد مقتدر الصدر يقول بأن العراق أكبر من الكتلة الأكبر موضوع التحالفات أين أصبح اليوم خصوصا بأن نحن الآن على أبواب إنجاز أو بعد دقائق أو ساعات ربما ينجز استحقاق الدستور الثاني ما هو أبرز أو ما هي أبرز المعطيات بالنسبة للتحالفات حتى الساعة يعني الأساس في كل هذه التفاهمات السياسية التي تحصل في العاصمة العراقية بغداد جهة الكتلة الأكبر ربما غطى عليها موضوع التواصل بين قوى الفتح وسائرون ما تحقق من خرق في العلاقة المتوترة بفعل وجود التيار الصدري في تكتل ودولة القانون في تكتل خرقه التواصل بين الفتح وسائرون ونتحدث عن قيادات القيادات الصف الأول بين القوتين وعلى هذا الأساس التوافق الحاصل بينهما وما المتسرب من معلومات عن توافق لمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة ربما دفع القوى السياسية العراقية لأن تصدر مواقف لإدراكها بحجم وثقل هذه القوى مضافا لذلك مثلا كان هناك ردود فعل سلبية لجهة ما يشاع من أنباء عن ترشيحات أو تقديم مرشح تسوية فمثلا ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يرى أن الخطوة الدستورية تتمثل بتحديد الكتلة النيابية الأكبر وفق القانون العراقي ووفق الدستور قبل أن يتم الحديث عن أي مرشح وقبل الحديث عن أي مرشح تسوية ولا غطاء قانوني للحديث عن مرشح تسوية وكان هذا الموقف واضح بينما القوى السياسية العراقية تجد أن الصداعة خفة بفعل التواصل بين الفتح وسائرون والتوافق شبه المكتمل حول شخصية من الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة حزب الدعوة الذي تولى مرشحه دائما رئاسة الحكومة منذ العام 2005 وحتى 2018 يعتقد بأن الوضع يحتاج لدراسة والسير في السياقات القانونية والدستورية والذهاب إلى المحكمة الاتحادية هنا اقتدت الضرورة لتحديد من هي الكتلة النيابية الأكبر وكيف يمكن لها أن تحدد رئيس الوزراء أو تتوافق على تقديم مرشح يكلفه رئيس الجمهورية نعم دينا إذن عبدالله بدران مراسلنا أو مدير مكتب الميادين في بغداد عفا شكرا جزيلا لك بتأكيد سنعود إليك لمعرفة مزيد من المعطيات مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في حيفا اعتقال قيادة في حركة أبناء البلد رجاء إغبارية بعد جلسة استمرت عدة ساعات وقد تجمع شرات النشطين السياسيين بتزامن مع جلسة المحكمة المطالبين بالإفراج عنه كما نظمت وقفة تضامن مع إغبارية في قطاع غزة دعا المشاركون فيها المجتمع الدولي إلى وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال وللمزيد تنضم إلينا من حيفا في الأراضي المحتلة مرسلتنا هناء محميد هناء لو أطلعتنا على المزيد من التفاعلات حول هذا القرار للمحكمة نعم دينا يعني المحكمة الإسرائيلية في حيفا قررت أن تمدد اعتقال رجاء إسرائية حتى يوم الأحد المقبل تتجه التوقعات لقرار قد يصدر عن المحكمة يقضي بالإفراج عنه إلى الحد المنزلي أو إحالته بالأصح إلى الحد المنزلي وربما مع الإدعاد وذلك نظرا للائحة الدفاع التي قدمتها والبنود العينية التي عرضها عرضها طاقم الدفاع أمام المحكمة اليوم خلال ساعات طويلة استمرت إلى نحو أكثر من ثلاث ساعات هذه المحكمة استمعت خلالها بأساس إلى طاقم الدفاع عن القيادي في حركة أبناء البلد رجاء إخبارية تحدث فيها الدفاع عن إشكاليات كبيرة وكثيرة وعديدة في لائحة الاتهام المقدمة ضد رجاء إخبارية والتي تدور حول منشورات له عبر فيسبوك بعضها يعود إلى أكثر من سنة ونصف السنة وتتمحور بحسب إدعاءات النيابة الإسرائيلية العامة ولائحة الاتهام حول ما يسمونه بالتحريض على الإرهاب وبدعم أو تماهب مع تنظيمات إرهابية الدفاع عن رجاء إخبارية أكد بأنه ليست هناك أي دعوة للإرهاب أو للعنف لأي عمل عنيف عمليا من خلال منشورات رجاء إخبارية إضافة إلى ترجمات غير تقيقة وغير صحيحة لمنشوراته عبر فيسبوك إضافة إلى أنه كل الأراء التي يعرضها عبر صفحته على فيسبوك هي فقاليا القناعات السياسية له وحركته حركة أبناء البلد القناعات السياسية الوطنية وهي معلنة ومعروفة منذ عفوض وليس بجديدة وبالتالي ليس هناك أي أساس لنائحة الاتهام الإسرائيلية سوى الملاحقة السياسية ولذلك وصفت هذه المحكمة من خلال أيضا طاقم الدفاع بأنها محاكمة سياسية بهدف تجريب العمل السياسي وترهيب المشطاء السياسيين الفلسطينيين إذن هنا محميد مرسلتنا من حيفا شكرا جزيلا لك انتهت مهلة الأنذال التي وجهته أو الذي وجهته سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة لهدم منازلهم وإخلاء قريتهم بأنفسهم أهل الخان الذين لم يستجيبوا للإنذال لا يزالون صامدين على أرضهم رغم أن الاحتلال قد ينفذ قرار الهدم في أي لحظة نسرين سلم صامدون على أرضهم ولن يرحلوا فهم هنا منذ خمسينيات القرن الماضي ومهلة انذال الاحتلال بهدم منازلهم والرحيل طوعا التي انتهت لن تغير من قرارهم سكان الخان الأحمر باقونا على أرضهم الأطفال ورغم حالة التوتر التي يعيشونها في كل ليلة إلا أنهم بإصرار الكبار يؤكدون أنهم لن يتركوا قريتهم ومدرستهم نظرنا صامدين في أرضنا لا نرحل لأنه هنا مدرستنا ندرس على حجارة نظرك هنا عايش في الخان؟ أه نحن نرسل لكل العالم أن هذه أرضي وأرض الخان لا نرحل نظرنا صامدين هنا فيها وفي رسالة إلى المستجادة الألمانية التي ستزور القدس في الأسبوع المقبل كتبها أطفال الخان الأحمر على صور لها طالبوها بحماية مدرستهم وبيوتهم نحن وجودنا في هذه الأرض ليس مرهون لا بقرارات الاحتلال ولا بقرارات الحكومة الإسرائيلية ولا الإدارة المدنية نحن أصحاب حق أصحاب قضية قضيتنا عادلة نحن أصحاب هذه الأرض ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تسعى إلى تركيز الخان البالغ عددهم 250 شخصا إلى ما يشبه بلدة صغيرة أعدتها لهم وتعرف ببوابة القدس لكنها لا تتلائم مع متطلبات حياتهم والأسوأ قربها من مكب النفايات وتجمعات الصرف الصحي في مقابل الإسلاء على أرضهم لصالح المستوطنين في الخان الأحمر قصة صمودا وتحدا يفاخر بها الفلسطينيون ويؤكدون أن ما جرى من تشريد وترحيل في نكبة عام 48 لن يتكرر مرة أخرى نصر سلمي من الخان الأحمر شرقية القدس المحتلة الميادين شل الإدراب الشامل في غزة العمل في جميع مؤسسات ومرافق وكالة الغوث الأونيروى والتي أجلت عددا من موظفيها الدوليين بسبب تكرار حوادث ذات طابعة أمني لعمليها وفق بيان صادر عنها لنا شاهي إلى درجة التصعيد الخطر وصلت الأزمة بين إدارة وكالة الغوث واتحاد موظفيها إضراب عام في جميع مرافق الوكالة يومي الثلاثاء والأربعاء بعد أن أدارت إدارة الوكالة ظهرها للتفاهمات الأخيرة في آخر لحظة والكلام لاتحاد الموظفي الذي يؤكد أن إجراءات الوكالة تتجاوز الأزمة المالية جاء هذا الإضراب نتيجة تعنت إدارة الوكالة وأنها لا تريد أن تتقدم بأي شيء من الحوار في حل أزمة 956 موظف قامت بفصلهم قبل حوالي شهرين هذا التعنت برغم أن الأزمة المالية التي كانت تدعيها إدارة الوكالة أنها قد حلت بالفعل هناك أزمة سياسية وقرار سياسي نحن موظفين موظف وكالة الغوث صب جام غضبهم على نائب مدير عمليات الوكالة وحاصروا سيارته فسارعت الوكالة إلى إجلاء عدد من موظفيها الدوليين بشكل مؤقت مؤكدة أن عدم توفر الحماية والأمان يؤثر على خدماتها الحيوية عملية الإخلاء المؤقت للموظفين لا تعني وقف عمليات الأونر والخدمات ستستمر كما هي نحن نطالب السلطات هنا بتوفير حماية أمنية فاعلة لموظفين الدوليين والمحليين وندعو إتحاد الموظفين إلى طاولة الحوار مرة أخرى مليون ونصف مليون لاجئ في قطاع غزة يعتمدون على وكالة الغوث على نحو مباشر في الخدمات التعليمية والصحية والمساعدات الغذائية الحوار بين إدارة وكالة الغوث واتحاد الموظفين وصل إلى طريق مزدود إضراب ليومين هو مجرد خطوة تحذيرية يقول لاتحاد ويؤكد أن المقبلة أخطر بكثير مهددا بإعلان الإضراب المفتوح لانا شهين غزة أعلم يا دين فاصل قصير ونواصل بعده النشر أهلا بكم من جديد كشفتهاية الدفاع في قضية اغتيال الشهدين شكري بلعيد ومحمد لبراهمي أن لدى النهضة تنظيما أمنيا سريا أخفى وتلاعب بالكثير من الوثائق القضائية في وزارتي العدل والداخلية وقالت الهيات أن المدعو مصطفى خذر وكان من أهم شخصيات هذا الجهاز السري وعلى علاقة بوزيري الداخلية أنذاك على العريض والعدل نور الدين لبحاري وأضافت المعلومات أن خذر كان بحوزته وثائق متعلقة بملفات قضائية وكانت له اتصالات مباشرة مع رئيس الحركة رشد الغنوشي ومع إخوان مصر اكتشفنا أنه هو مكلف من جهاز سري يعني في دورات تنصت له أجهزة التنصت يعني في تقارير يومية حول العسكريين حول الأمنيين حول الصحفيين حول رجلات المشاعة من الدنيا حول الأعزاب ويرسلوها إلى حركة النهضة له اتصالات ثابتة مع القيادات العليا في حركة النهضة أكثر من هكا من جهة الأرشيف من أين له بهذا الأرشيف يمثل الدولة؟ كان من يكون يعقل هيئة الدفاع أثبتت بما لا يدعو مشاني الشكل ارتباطه بحزب سياسي موجود في تولسي وحزب حركة النهضة من ناحية وأثبتت أن هذا الجهاز كان ظليعا بشكل ما في ثلاثة أحداث مهمة يسمعنا بالاسم قلنا شنية القصة هذه من هذا الرجل اتضح أنه ظاهر مزال في السجن وأنه حكم ومن معه والمحكمة ربما برأت من برأت وعاقبت من وللمزيد ينضم علينا من تونس مرسلون عماد الشتار عماد يبدو أن هذه الشخصية عن إحداثات نوع من الجدل في الوسط القضاء والأمني أيضا التونسي لو حدثنا عن مزيد من التفاصيل ومعطيات التي لا تزال تتكشف حول هذه الشخصية نعم دينا هي هيئة الدفاع اختارت كعنوان لهذه الندوة لتحفيز الناس على الحضور ومتبعتها الكشف عن التنظيم السري لحركة النهضة التنظيم الأمني السري وكل ما قدمته اليوم من معطيات أو من قراءة وأدلة هي ملفات موجودة لدى القضاء ملفات تعامل معها التحقيق وهي مثبتة ولا يرقى إليها الشك هذه الملفات حينما تدقق فيها تثبت بما لا يدعو مجالا للشك بأن هذا الرجل المثير للجدل مصطفى خضر له علاقات تواصل مباشرة بقيادات النهضة كان تقريبا يرد على البريد الإلكتروني لوزير الداخلية أنا ذاك علي العريض بحسب هذه القراءة كان على تواصل مباشر بوزير العدل أنا ذاك نوردين البحيري على تواصل أيضا برئيس حركة النهضة هو كان متهما في السابق بما يعرف بقضية براكة الساحل التي اتهم فيها نظام بن علي بعض القيادات العسكرية بمحاولة قلب نظام الحكم بعد ذلك عمل في مجال تعليم سياقة السيارات يدرس الناس ويعلمهم السياقة تم حيازة العديد من المستندات نتحدث عن يعني ملفات أمنية عالية الدقة كانت موجودة بمقر عمله وتم رفع هذه الملفات دائقة فيه وإيصالها إلى وزارة الداخلية مدير التوثيق بوزارة الداخلية رفض التعامل معها ورفضت تسلمها وبقيت قابعة إلى حد الآن فيما سمي من قبل هيئة الدفاع بالغرفة السوداء بوزارة الداخلية التي بها كل هذه الوثائق والمستندات التي تم حزها بمقر عمل هذا الرجل من قبل من خلال الوثائق التي تم الكشف عنها هذا الرجل دخل في تواصل مباشر مع المخابرات الإيطالية لإطلاق صراحي صحفي إيطالي كان رهينة لدى جبهة النصر في سوريا هو لديه ارتباطات بهذه التنظيمات الإرهابية خارج البلاد هذا الرجل لديه أمنيون يمدونه دوريا بتقارير أمنية حول شخصيات هامة في البلاد سواء كانت سياسية أم إعلامية أم من المجتمع المدني وهو بدوره يمد الحركة بتقارير فيها كل هذه المحطيات كانت لديه قائمات بأسماء المنحرفين وأرقام الهواتف يسلمهم حينما يريد في بعض الأعمال القدرة والأكيد بحسب هذه المحطيات أنه تم اللجوء إلى أسماء هؤلاء المنحرفين في الاعتداء على مقرات الاتحاد العامة للشغل وأيضا على المثقفين يوم 9 أبريل بشرع الحبيب بورجيبة يعني هناك تقاطعات للعديد من الوثائق والقراء التي تؤكد بأن هذا الرجل لم يكن رجلا عاديا كان متعدد الارتباطات داخليا وخارجيا هناك حتى دورات تكوين والتجسس وتنصت تم تنظيمها مع يعني قيادات من إخواني مصر وصلوا إلى تونس هنا وأجروا دورة تكوينية حجزت لديه أجهزة تنصت يعني نتحدث عن شخصية سابقها كان عسكريا والآن هو تقريبا يعني لم نقل الرأس المدبر في الجهاز أو ما سمي بالجهاز الأمني داخل حركة النهضة فهو يعني شخصية هامة ومركزية ومحورية في المقابل مقابل كل ما تم كشفه من قراءة التي تستدعي ربما مزيد التعمق والتمحيص والتدقيق والبحث أيضا إضافة إلى هذا نسيت بأن هذا الرجل وجدت لديه وثائق يعني لديه بالأسماء القادة الموجودين في قاعة العمليات العسكرية يعرفهم بالأسماء وبالهويات وبكل يعني تجسس على قاعة العمليات العسكرية على السفارة الأمريكية في تونس لديه معطيات ووثائق حول تغيير وتحوير الجنرالات بالجيش الجزائري يعني هناك ارتباطات عديدة ومتشعبة هذا الرجل لديه تواصل مباشر مع المشتبه به الرئيسي في اغتيال الشهدين شكري بالعيد ومحمد البرهمي وكان أيضا بفضلا عن التواصل معه كان يتجسس عليه ويتابعه ويراقب كل تحركاته كان على تواصل مع رئيس تنظيم أنصار الشريعة أبو عياذ وكان يعلم بمكان اختفائه حينما كان مطاردا من قبل القوى الأمنية وكان يعلم بأن أبو عياذ وغيرهم من قيادات أنصار الشريعة غادروا البلاد تحت حماية أو بمساعدة من بعض الأمنيين نحن نتحدث عن مستندات ووثائق خطيرة هيئة الدفاع تطالب وزارة الداخلية بالكشف عن بقية الوثائق الموجودة الآن بما سمي بالغرفة السوداء بوزارة داخلية وتتحدها أن تنكر تواجد هذه الوثائق يعني نتحدث عن معطيات خطيرة جدا في المقابل حركة النهضة تعاملت معها بتجاهل تام قيادات النهضة اعتبروا أن هذه الندوة الصحفية لم تأتي بأي شيء جديد ولا تقدم أي قراء أو إثبتات توجه الاتهام مباشرة إلى الحركة باغتيال الشهدين محاولين شكرا بالعيد إذن عماد اشتارة مرسلنا من تونس شكرا جزيلا لك نفت طهران الاتهامات الفرنسية بشأن تخطيط الاعتداء قرب باريس وطالبت بالإفراج عن أحد دبلوماسيها المعتقل لدى سلطات الفرنسية وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت اليوم 11 شخصا خلال مدهمة مركز لجمعية إسلامية شمال البلاد وكالة فرانس بريس نقلت عن مصدر الأمني أنه جرى تجبيد أمال المؤسسة ستة أشهر في إطار ما سمته وعملية مكافحة الإرهاب السلطات الفرنسية أعلنت أيضا تجميد أصول رجلين إيرانيين وإدارة الأمن في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية ستة أشهر وأحد الذين جمدت أصولهما موقوف بتهمة التخطيط المفترض لمهاجمة تجمع نظمته منظمة خلق في فرنسا في حزيران يونيو الماضي أعلنت الوكالات الدولية للطاقة الذرية أنها ما زالت تحتفظ بتقييمها القاضي بعدم وجود نشاط مواد نووية سرية لدى طهران مدير الوكالة يوكيا أمانو قال أن المنظمة تزارت المواقع التي قررت تفتيشها وفق البروتوكول الإضافي شهدت مدينة تعز جنوب غرب اليمن تظاهرة احتجاجية على انهيار العملة اليمنية المتظاهرون طالبوا برحيل التحالف السعودي الإماراتي وأغلقوا الشوارع والمحل التجاري احتجاجا على تدهور العملة المحلية كما نددوا بعجز حكومة الرئيس هادي إلى ذلك أعلنت منظمة تنقذ الأطفال غير الحكومية أن عدد حالات الإصابات بالكوليرا زاد ثلاث مرات تقريبا في مراكزها الصحية في اليمن وربطت المنظمة زيادة العداد باستئناف المعارك في الحديدة وصفة محافظة بأنها مركز لتفشي الوباء في اليمن تعددت المآسي والآلام والأمراض التي تنهش الجسد اليمنية والمرتكب واحد التحالف السعودية وآخر جرائمه تفشي وباء الكوليرا جراء حرب عبثية بنسبة تفوق قدرة العقل على الاستيعاب تحذيرات أممية وقلق على مصير مائة ألف طفل يعانون من سوء تغذية حد يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا والوفاة تقول منظمة أنقذ الأطفال المنظمة غير الحكومية أكدت أن الحديدة أضحت مركزا لتفشي وباء الكوليرا ولسيما أن عدد حالات الإصابة المحتملة بالكوليرا زاد ثلاث مرات تقريبا في المراكز الصحية التي تدعمها هناك مسجلة زيادة بنسبة مائة وسبعين في المائة في أعداد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا المنظمة المتخصصة في رعاية الأطفال عازت هذه الزيادة إلى استئناف المعارك في الحديدة مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من ثلاثة وعشرين ألف حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الحالي وفي السياق حملت الأمم المتحدة جميع الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية مؤحذرة من أن حدوث مجاعة واسعة في اليمن يوشك أن يصبح واقعا يصعب السيطرة عليها الأمم المتحدة صورت حالة اليمنيين في تغريدة عبر تويتر وقالت إن اليمنيين ينامون على وضع بائس ويستيقظون على وضع أكثر بؤسا مع انهيار للعملة المحلية على نحو غير مسبوق مقابل العملات الأجنبية المنظمة الأممية أعلنت أن ثمانية ملايين يمني فقدوا سبول عيشهم بسبب الحرب المشتعلة في البلاد منذ نحو أربعة أعوام في الجزائر أعلنت خمس كتل بلمانية في المجلس النيابي تجميد نشاطها رسميا في البلمان حتى استجابة رئيسه السعيد بحج لمطلب تقديم استقالته ما أدخل الهيئة التشريعية في إشكال لندو السورية توقف على قرار رئيس المجلس ووقع قرار التجميد رؤساء المجموعة البلمانية لأحزاب جمهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية والأحرر زلزالان جديدان ضرب أندونيسيا اليوم على نحو شبه متزام من قبالة جزيرة سومبا جنوب البلاد والتي تبعد نحو 1600 كم عن مركز الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أيام في غضون ذلك أعلنت وكالة إدارة الكوارث في أندونيسيا أن عدد القتل المؤكد جراء زلزال السولويسي وصل إلى 1234 قطيلا لم يكد الاندونيسيون يستفقون من صدمة الزلزال الذي ضرب مدينة بالو الأسبوع الماضي والسنام الذي أعقبه حتى ضرب زلزالان جديدان قويان جزيرة سومبا في جنوب البلاد 15 دقيقة فقط فصلت بين الزلزالين الذين حدد مركزهما على بعد 40 كم من سواحل الجزيرة الأول كان بقوة 5 درجات و19 على مقياس الرختر بعمق 10 كم في المياه فيما بلغت قوة الثاني 6 درجات بعمق 30 كم وفيما لم يتضح بعد إذا ما خلف الزلزالان ضحايا أعلنت وكالة إدارة الطوارئ في البلاد أن حصيلة ضحايا بالو 800 شخص منهم في مقابر جماعية لمنع انتشار الأوبئة عندما نعثر على جثمين لأشخاص توف منذ ثلاثة أيام تكون حالتها صعبة لذا يتعين علينا دفنها بأسرع وقت ممكن المشهد في المنطقة المنكوبة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ لمدة أسبوعين أشبه بخلية نحل فرق الإنقاذ تسابق الوقت للعثور لكل المناطق التي ضربتها الكارثة المزدوجة فيما يعمل المئات ضمن طواقم فنية وتقنية لإعادة الكهرباء إلى المناطق التي تعاني انقطاع التيار منذ يوم الجمعات الماضي أما المنكوبون الذين أجبرتهم الأمواج العاتية على إخلاء منازلهم واللجوء إلى الأماكن العالية والذين يقارب عددهم الستين ألف شخص فانقسموا بين باحث عن مياه نظيفة للشرب أو عن بنزين ومنتظر لتقديم بلاغ بأحبة المفقودين في أحد مراكز الشرطة التي استحدثت على عجل لمتابعة أوضاع الناس عن كثب في تونس اجتمعت عشرات الفرق المتخصصة بفن مسرح العرائس في مهرجان هو الأول من نوعه تظاهرة فنية خصصة للأطفال والكبار على حد سواء أزدلت أيام القرطاج لفنون العرائس الستار على عروض الدمى والعرائس بعدما وفرت للأطفال والكبار أوقات ممتعة من مسرحيات فنون العرائس بقصصها وحكاياتها التي تخلب الألباب الدورة الأولى قدمت عرضا إيطاليا بعنوان خاتمة جيع موجها إلى منهم فوق الستين من أعمارهم سبقه كرنفال عرائسي ضخم ضم نحو 150 دمية تنوعت بأحجامها وأشكالها والألوان 24 دولة شاركت في العروض المسرحية التي تناولت موضوعات اجتماعية وإنسانية وأخلاقية وقدم المركز التونسي لفن العرائس أربعة عروض جذبت جمهورا كثيفا من الأطفال وتفعيلا لتبادل والمشاركة شهدت الدورة الأولى برشا في اختصاص فن العرائس وموضوعاتها ورسائلها وبالتزامن مع العروض عقدت ندوات تحليل ونقاش في فن العرائس واقعا وتطورا والآن إلى العنوين الصواريخ الإيرانية تأتي في إطار مكافحة الأرهاب والتعاون بين سوريا والجمهورية الإسلامية تعاون شرعي المعلم يؤكد للميدين أن الفصل الأخير من الحرب السورية يشمل تحرير إدلب وأرياف حلب الشمالية الشرقية وصولا إلى منبج وشرق الفرات البلمان العراقي يعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بعد تأجيلها مرات عدة وانسحاب عدد من المرشحين محكمة الاحتلال تمدد اعتقال القياد في حركة أبناء البلد رجاء إغبارية هيئة الدفاع بقضية بلعيد والإبراه تتهم جهازا أمنيا سريا مرتبطا بحركة النهضة بالوقوف يراء اغتيالهما وتطالب وزير الداخلية تونسي بالإفراج عن وثائق مرتبطة بالقضية وإيران تم في الاتهامات الفرنسية بتخطيط الاعتداء قرب باريس وتطالب بالإفراج عن أحد دبلوماسيها المزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر